وخلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد مدبولي أن المناهج المتاحة تستهدف اعتماد منظومة تستند إلى فهم الطالب عوضاً عن الحفظة وخلال كلمته أشار مدبولي أشار إلى إطلاق الدولة نظاماً جديداً لمرحلة الثانوية العامة بالنسبة لنا كأسر كان دائماً هو ده الهاجس والكابوس لنا هو المرحلة الثانوية وبالأخص امتحان الثانوية العامة وعشان كده يمكن الدولة المصرية من سنتين لما بدأنا مع أولادنا اللي كانوا داخلين من أولى سنوي اللي هم النهاردة بقوا في الثانوية العامة بدأنا منظومة جديدة ويعني الناس اختصرتها بكلمة منظومة التابلت يعني يمكن كلنا لازم نبقى أخدين بالنا أن هدفنا أن احنا بالمناهج اللي كانت متاحة اللي هي مش ما نطور نهاش إزاي نغير أو نحدث فيها بحيث تبقى منظومة الامتحانات معتمدة على فهم الطالب واستعابه للمواد بدل ما كان مجرد عملية الحفظ وأنه يجي قبل الامتحان يحفظه كلمتين ويدخل يقوله في الامتحان وبعديها بشهر لو سألناه بنلاقي نسي كل اللي هو قاله وده طبعا لما بيجي يدخل المرحلة الجامعية الولادنا كانوا بيبقوا بيتعبوا جدا لما بيصطدموا بالواقع الفعلي للتعليم وبيجدوا أن هم محتاجين كان يبقى الكلام ده يمهد لي من قبلها